ترجمة نانسي قنقر إلى الحقبة الإسبانية تحديداً في حالة سيدة محمد باصير الذي تم اختطافه يوم 18 يونيو 1970 أما بخصوص الحالات الاختفاء القصر التي وقعت في ظل الغزو المغربي الهدف هو إبادة شهرات خلال اختطاف هذه الحالات أغلبها من المدنيين العزل فيهم بعض العناصر التي هي تنتمي إلى جبهة البوليساري ولكن الأغلبية هم نساء ورجال وأطفال تم اختطافهم لا لشيء لا لكونهم صحاوية هذه الخطة تمت بتسهيل من طرف سلوطات الإسبانية التي سلمت ليس فقط الإقليم ولكن أيضاً كل المعلومات متعلقة بالسكان الصحاوين لسلوطات الاحتلال المغربي لم تعترف بحالات الاختفاء القصري إلا بعد تأسيس جمعي تولياء المعتقلين المفقودين الصحاوين وكان ذلك يوم 20 أغسطس 1989 ولكن أيضاً جاء نتيجة اكتشاف المخابة السرية التي وقفت عليها بعض العائلات قمنا آنذاك بطرقة سرية بإفادة صحفيين سويسريين للمنطقة والالتقاء بهؤلاء الماجون وكان هناك لأول مرة في مقالات تتحدث عن المفقودين الصحراويين خاصة في صحافة صحافة سويسرية وصحيفة ليبرتي في سنة الموالية 2012 جمعي تولياء المنتقلين الصحراويين اكتشفت موقع فيه مقبرتين جماعيتين بعد مناشدت اللجنة الدولية لصليب الأحمر للقيام بدور في استخراج الجلسات المفقودين تعذر ذلك مع الأسف شديد ولكن قامت الجمعية بالاتصال بالخبير الباسكي المعروف فرانسيسكو تشيفرية جابيلوندو الذي وافق على قيام المهمة وقمنا بتسهيل كل الأمور حتى تمكننا في نفس السنة من معرفة هوية أثمانية من المفقودين الذين اختطفوا مع امرأة أنذاك في سنة 1976 بها في السنة 12 إنفقار يعني عندما كانت إسبانيا ما زالت موجودة في الإرقليم نحن مُسمين كل التصميم إلى تمكين الصحة ومن كباقي حالات الاختفال القصر عبر العالم إلى تلك الحقوق المعترف بها ملاهية وهذا التدريج الحق في الحقيقة الكاملة ما جرى لكل مفقود الحق في العدالة أن يقدم المسؤولون عن حالات الاختفال القصر أمام العدالة ويأتي التعويض ولكن لن يكون هناك أي قبول بالتعويض إلا بمعرفتينهم المفقودين جثثهم إذن كل هذه المعضيات تشجعنا ويشجعنا أكثر تصميم وإرادة كل عائلة من عائلات المفقودين بهذه المطالب حتى تظهر الحقيقة الكاملة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة